والآن نبقى مع أبرز ما اخترناه من الصحف والبداية مع الأخبار كتبت رول إبراهيم رئيس الحكومة يلتقي مرشحين لخلافة سليمي ميقاتي يرضخ لباريس تحجيم الحاكم خمس دول أوروبية اليوم على الأقل فرنسا ألمانيا سويس رابلجيكا وموناكو تحقق في ثروة سليمي غير المشروعة بالتوازي مع ما يظهرهم التحقيق بارتباط مباشر معه أبرزهم شقيقه رجل سليمي مساعدته ماريان لحويك وصديقته آنا كوزاكوفا في حين أن التحقيقات الألمانية تتحدث عن تورط ابنه ندي سليمي وصهره شفيق أبل لمع أيضا هذه الإجراءات المستجدة التي خرجت من إطار الظن وطلبات التعاون من الجهات اللبنانية التي فتحت تحقيق وحجز أملاك على أملاك وأصول خلخلت الطوق السياسي المحكم حول سليمي فامتثل ميقاتي وفقا لمصادر مطلعة بعد تضييق الخناق عليها أولا عبر طلب إمارة مناكو من وزارة العدل اللبنانية معونة قضائية تتعلق بملفات تخص ميقاتي وأفراد عائلته وثانيا عبر تلويح الفرنسيين له أخيرا بالعقوبات في حال الاستمرار بعرقلة التحقيقات أدى ذلك إلى تراجعه خطوة إلى الوراء عبر عدم التمسك بحماية سليمي كما تقول المصادر ودأبا في الأيام الماضية بناء على طلب فرنسي على لقاء بعض المرشحين المفترضين للحلول مكان حاكم مصرف لبنان علما بأن رفض المرشح الفرنسي سمير عساف قبول هذا المنصب جعله طرفا أساسيا في اختيار مرشح آخر في حين أن جهات مشاركة في المفاوضات على خلافة سليمي باتت تتحدث عن انتهاء عهد حاكميات المصرف المركزي كما عهدته البلاد منذ ثلاثة عقود لا سيما مع التداول بضرورة تعديل قانون النقد والتسليف من أجل إعادة هيكلة إدارية وقانونية لمصرف لبنان تتعلق بتغيير مهام الحاكم وهذه تفاصيل عرضها وفد صندوق النقد ناصح أن الرؤساء الثلاثة بضرورة الفصل بين عمل مصرف لبنان من جهة والهيئة المصرفية العليا ولجنة الرقابة على المصارف من جهة أخرى على أن يمثل الحاكم والمجلس المركزي الإدارة تنفيذية فيما يعين مجلس حكماء للإشراف عليهم يكون بمثابة مجلس وصاية لمراقبة حسن سير العمل وبالتالي تكون مهمة الحاكم أو بالأحرى المحافظ المالي تقرير السياسة النقدية وتقديم النصائح المالية إلى الدولة من دون أن تكون له صلاحية في أي مهام أخرى ننتقل إلى الأنباء الإلكترونية التي تحدثت عن الكابيتل كونترول وإعادة طرحي من قبل الحكومة لفت الخبير المالي والاقتصادي أنتوان فرح عبر الأنباء الإلكترونية إلا أن ما حصل في الحكومة لا يتعلق بتعديلات جوهرية أدخلات على اقتراح الكابيتل كونترول بل يتعلق بتحويل الاقتراح إلى مشروع قانون بحيث أصبح مقبولا من قبل النواب لأن اعتراضهم بالأساس لأنه وصل إليهم على شكل اقتراح وليس قانونا أقر من قبل الحكومة وقال فرح أن النقطة الأساسية هي أن الحكومة أقرت تعديلات على تشكيل اللجنة التي ستشرف على تطبيق هذا القانون والاعتراض على توحيد المعايير وعلى إمكانية الاستنسابية من قبل اللجنة هو أمر صحيح لكن لابد منه على الأسف مع الأسف لأن أوضاع بعض المصارف أصبح ميؤوس منه وذلك غير قابل في تطبيق معايير الكابيتل كونترول فمن هنا جاء تشكيل اللجنة لتنظر في كل حالة على حدة واتخاذ الإجراءات التي تتناسب مع وضع المصرف المعني بمعنى أنه إذا أضفنا معيارا لسحب الأموال بقيمة محدودة شهريا فقد نجد بعض المصارف غير قادرة على ذلك وبالتالي فأن مصرف لبنان غير قادر بدوره على دعم المصارف وبالتالي لابد من وجود لجنة تأخذ هذه الاستثناءات بعين الاعتبار لكي يصبح القانون قابلا للتطبيق أما بخصوص الوضع المالي رأى فرح أنه يمضي من سيء إلى أسوأ نحن اليوم نشهد اقتناصا لما تبقى من أموال في الأساس كانت السلطة السياسية هي من يبذر الأموال ويفرض على مصرف لبنان الدين والاقتراض منه وكان يقال أن هذا الأمر يتم خارج إطار القانون وكان السؤال لماذا يوافق المصرف المركزي على ذلك أما اليوم فقد ابتدعوا صيغة قانونية تسمح للحكومة وتحت بند الظروف الاستثنائية طارئة بفرض الاقتراض من مصرف لبنان وبالتالي النتيجة ذاتها أي أنه ما تبقى من عمولات صعبة في مصرف لبنان يتم استعماله وهذا الأمر سيستمر إذا ما بعد الانتخابات النيابية وقد يطول أكثر وقد نشهد قريبا نضوب كل الأموال ونصل إلى مشهد سوداوي إلى اللواء حيث كشفت معلومات لللواء عن أن ثنائي الشعي ما زال على موقفه لجهة عدم السير بالكابيتل كونترول من دون مراعاة حقوق المدعين وبطريقة كيفما التفق ننتقل إلى الجمهورية كتب توني عيسى في الجمهورية صندوق النقد مستأ يكذبون عن لساننا يقول توني عيسى في لقاءته الأخيرة مع المسؤولين اللبنانيين عبر وفد صندوق النقد الدولي عن صدمته من كمية الضخ السياسي والإعلامي التي تلجأ إليها السلطة والتي يراد منها الإيحاة بأن الصندوق راض عن سلوكها الإصلاحي وبأن الاتفاق على برنامج تمويل يسير في الاتجاه الصحيح أجواء صندوق النقد توحي بأنه مستأمنة تسريبات المتسوسة والتي تشوه حقيقة موقفه في المشاورات مع الجانب اللبناني آخرها الادعاء أن اقتراح قانون الكابيتل كونترول الذي أرسلته الحكومة إلى المجلس النيابي ولم يوافق عليه كان منسقا مع خبراء الصندوق وأنه من الضروري إقراره سريعا بالتزامن مع وصول وفد الصندوق إلى بيروت بحيث يكون علامة إيجابية تمهد للاتفاق على برنامج التمويل يقول المطلعون على موقف خبراء صندوق النقد أن هذا الأمر لا أساس له وأن هؤلاء يبدون الاستياء من نقل المواقف غير الصحيحة عن لسانهم فالصندوق يطالب منذ عامين بإقرار القانون سريعا ويريد أن يكون ضامنا لعدم إهدار ما بقي من احتياطات العملة الصعبة في لبنان وأن يوزع الخسائر في شكل عادل وتحضير الأرضية للانطلاق في أي عملية تعافن لكن المعنيين لم يبدو أي تجاوب طوال هذه المدة وما زالوا نختم مع نداء الوطن التي كتبت فيها نوال مصر حين تدفع الدولة بشعبها إلى الكفر نحن نسمع أقوالهم عن أدوية مفقودة ونرى سماتهم القبيحة ونقرأ في الأسعار لا يخطر في بالنا إلا ما قولت فلنضحق كلما استطعنا فهذا دواء رخيص لكن كثيرين فقدوا هذه القدرة على الابتسام فأي دولة نحن فيها ليس فيها لا دواء ولا عزاء بل بشاعة 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 في هذه اللحظة في هذه اللحظة بالذات هناك مريض يلفظ الروح بسبب عدم قدرته على الحصول على الدواء وهناك مرضى بالجملة تسوء حالهم بسبب فقدان الدواء فهل يمكننا وحال هذه الكلام عن دولة وإنسانية وحقوق وواجبات ومستقبل وأحلام ورؤى هل تستحق دولة كهذه أن نسدد ضرائبها ونسمع كلامها ونردخ لقراراتها لا أدوية في الصيدليات النقيب جوسلوم قال لنا أمس الأول بدأنا استلام الأدوية استبشرنا خيرا لكن البارحة لم يجد حملة الوصفات الطبية ثلاثة أربعة الأدوية الموصوفة إحدى هنا بحثت عن دواء الضغط كونكور 5 بلاس في أكثر من عشر صيدليات لكنه مفقود موسيقى اشتركوا في القناة